لمحمد لأنه محمد عكس المسألة دي بزرط أنت عكس التدخل أنت كانت حالتك بدون تدخلات جراحية بدون أي حاجة خالص خسرت وزنك دفئة دي من 140 ل73 مبدئيا أنه أنا نزلت الغاية 86 بدايت وبعدين بعد الدايت ابتديت أن أنا ألعب رياضة لأن ما ينفع نزلت من 140 ل86 بزرط عملت الدايت عملت الريجيم عملت الدايت وطبعا أنا أصلا كمان ليا أصول رياضية أن أنا كنت رياضي زمان وبعدين طبعا والدي كمان أصلا كان أول أفريقيا وسادس عالم بسم الله ما شاء الله كنت طبعا في الرياضة يعني في العيلة في العيلة طبعا جد دخلنا بقى في روتيني الحياة الشغل والحياة وطبعا الصحاب أنت فاهم بقى يلا بقى بينا نخرج يلا ناكل رياضة إحنا عجزنا إحنا خلفنا الخروج مرتبط بالأكلة بالزبط هو ده الأسلوب يعني فطبعا وصلت للمرحلة طبعا أن أنا بقيت 140 كيلو دول وما فيش حد بيشجعك طبعا من صحاب أن أنت تخس أو أن أنت أنت كنت أدخن طبعا التخين طبعا فطبعا لجأت للرياضة بعد ما منزلت ل86 كيلو قلت ابتدي بقى أن أنا أخس لأنني ملاقيتش حد خلاص بيساعدك أنت خلاص لازم أنت وصلت أن أنا عيان جدا فبلغت الرجيم من 140 من 140 لغاية بس طبعا أنا كان جالي كوليسترول عالي وضغط عالي وكنت تعبان جدا كنت بتعمل ده تحت إشراف طبيب؟ لأ أنا رحت للدكاترة قالولي بقى بتاكل مش عارف ربع رغيف إيه وبيدت إيه بس ده خطر أنك تخسر وزن ده كله مغير إشراف طبي يعني أنا ذاكرت أصلا أنا أعملت دراسات أونلاين psychology we nutrition تغذير بتدي محاضرات بدي محاضرات في ده ليه يعني هو كتير من ناس يعني وكبعا الحالكة حتى في الخروجات أو بتاعها تلاقي كتير ناس قاعدة تلاقي مثلا في وسط خمسة ثلاثة منهم تخان أو عندهم داخلين على الأوبستي طيب أنا بس تنويه أنا لازم أقوله يعني يا جماعة إحنا بنتكلم مع بعض عن تجاربنا أي حد يبقى عنده أي معلومة يسمعها لازم أنا معاليش أنا منضبط شوية في حكادي لازم يرجعها طبيا إذا كان بيتعامل مع دكتور يعرضها عليه كل بني آدم مننا بتفرق كل بني آدم حيفرق شكله تماما وحيفرق جسمه تماما من حالة لحالة وبالتالي يعني إحنا هنا بتكلم عن تجاربنا الشخصية العادية لكنها قاعدت دردشة أو صحابه نقلناها لقدام الكاميرا نعرف نمازج النجحة أي معلومة طبية لازم ترجعها وتتأكدوا مع دكتوركم طبعا طبعا أنا رحت لدكاترة وروحت لدكاتر وبراء تغزية وروحت المدربين وروحت وعملت كل حاجة طبعا كنت يعني أنا حالة ما يقوص منها ابتديت إن أنا قلت لأ أنا يعني بردو أنت عايز تعيش حياتك فعملت الضيط لنسبك أنت أنت اللي اخترعته لنفسك لأ أنا مش بس اخترعته أنا درست الأول تغزية بس عملت حاجة أنت لنفسك بالظبط ليه لأن أنا مش عايز بس أخص أنا مش عايز يبقى شكلي حلو على الإنستجرام ولا الفيسبوك أنا عايز أعيش حياة زي ما بسموها healthy lifestyle that's why أنا دلوقتي حاجة أسمعي health coach مش nutritionist بس في نقطة برضو أسألك عليها أنك أنت وصلت ال86 بالضايت بالرجيم بالضايت وبعدين من ال86 لل73 رياضة رياضة صح؟ دي هسألك عليك لأن ده فرق برضو إذا كنت نزلت ده كله بالرجيم وبعدين دول الحر بتاع الرياضة عايز أفهمهم دي مهمة جدا أه طبعا دي آمن لكن عايز